السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبدأ معاكم النهاردة فيديو جميل جدا وهعرفكم ايه فوايد الحنة وبنعجنها بايه اقول لكم كل حاجة بالتفصيل بس ما تنسوش تدعموني باللايك وكمان تسيبولي كومنت وتقولولي انتو بتتبعوني من اي بل يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا قدامنا دلوقتي جبنا حنة من العطار اهم حاجة تكون حنة اصلي وكويسة وانت واسقة من العطار اللي انت رايحة تشتري من عنده الحنة انا هنا ليه حطيت الزبادي على الحنة الزبادي على الحنة بتمنع ان الشعر يبقى كسيف يبقى هيش كده وبرضه بتمنع التقصف فيه ناس بيبقى شعرها نعم ومع ذلك فيه تقصيف طبعا بيتزود نمو الشعر بشكل ملحوظ جدا بتفك التشابك وبتزود النعومة لان الزبادي ما تحوشيش الوش بتاعها يعني انت عارفة طبعا الاشطة اللي بتبقى على الزبادي حطيه يعني حط العلبة الزبادي كده بحلها باللي عليها باللي عليها في فروة الراس كأنك بتحط زيوت طبيعية انت بتكوني غسلة شعرك الاول غسلة شعرك غسيل يعني بتخلي نضيف خالص من غير زيوت ما فوش اي زيوت وبعدين بتقومي جايبة الحنة اللي عليها الزبادي وبتدخلي مع الزبادي دي مع الحنة كركم وتخليطيهم كلهم مع بعض وشعرك طبعا نضيفه ومبلول بتقومي حط الحنة على شعرك بتعالج التهاب فروة الراس انت لما يكون فيه قشرة طبعا بتبقى عايزة يعني فيه التهاب كده من القشرة هي بتعالجي للتهاب ده بتقوم سقوط الشعر وكمان بتزود كسفته وبتزود نموه وبتخف حرارة الراس وتنقي فروة الشعر كمان من الميكروبات والتفايليات والدهون الزايدة اللي حنة مفيدة جدا في علاج القشرة بتحفظ على فروة الراس وبتغزي شعرك وتكسبه حيوية بتعمل على منع ظهور الشعر الأبيض بتعطي لشعرك نعومة ولماعان ولون مميز للشعر بتعالجي التقصف والهيشان عشان برضو الحنة بساعات بتسبب جفاف للشعر زودي معلقة زيت جوزة الهند على خليط الحنة انت لو شعرك كمان خشن اضيفي مايونيز يعني زبادي ومايونيز مع الحن والمؤيارتي بقى بيض كمان علشان نزود الغذاء اكتر لو عندك نقص في البروتين كل ده بيعزز نمو الشعر بينعملك شعرك جدا علاج للقشرة يطول الشعر اهم حاجة بتسيبه فترة على الشعر مدة ساعتين وبتخسيلي شعرك غسيل كويس وخلاص وتجيبي بقى الحمام الزيت اللي انت هتستعمليه بيتدف حبة الزيت وتدهني بهم الشعر وما توصليش الزيت لفروة راسك خلش الزيت على الشعر من بره بلاش فروة الراس وتسرحي بالزيت بالنسبة بقى لو انت عايزة يعني عمق تعملي شامبو من السدر هتجيبي ورق سدري فريش وضربيه في الخلاط مع ميا هيعمله رغوة هتحط يوم في عيل بابا خاخ واستخدميه كشامبو بلاش الشامبوهات اللي موجودة للصناعي دي كلها هي سببت في اضرار الشعر زمان كانت تلاقي البنات والامهات نفسهم الجدات شعرهم طويل ده بسبب انهم ما كانوا بيستعملوا حاجات طبيعية صابون طبيعي طبي ما فيش خالص ما كانوش بيستعملوا شامبو ما كانوش يعرفوه عن ايه شامبو اصل من ساعة ما الناس استعملت الشامبو والشعر باي قصف وما يطولش متشكرة قوي لاستماعكم ويا رب اكون افادتكم ويا ريت تدعمونا بلايك للفيديو ولو اشتراك في كناتنا المتواضعة يكون لنا الشرف توجدكم الكريم